اهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام وهذه الحلقة الجديدة من برنامج جامعنا القاهرة النهاردة ان شاء الله عندنا موضوعين حواريين الموضوع الاول حول اخر التطورات الخاصة بالازمة القطرية مع مختلف الدول العربية واهم ما فيها من مستجدات وذلك في اطار طبعا البيان الذي صادر من مصر مؤخرا حول اعتبار 59 شخصا وعدد كبير ايضا من المنظمات انها ارهابية وبتدعم الارهاب ومصنفة تماما كأنها منظمات ارهابية وداعمة للارهاب تابعة طبعا لقطر ايضا مشاهدين لدينا موضوع حواري اخر نتحدث فيه عن القمة الافريقية الالمانية هذه القمة التي يشارك فيها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه القمة التي توليها مصر اهمية كبيرة وذلك من اجل العمل على تنمية التعاون بين القارة الافريقية وبين دول مجموعة العشرين على جميع الاصعيدة بعد الفاصل مباشرة نبدأ بالفقرة الاخبارية واهم الاخبار التي تابعناها على مدار اليوم اشتركوا في القناة اهلا بحضراتكم مشاهدينا ونبدأ بالفقرة الاخبارية التي تتناول ابرز الاحداث والاخبار التي تابعناها على مدار اليوم يبدأ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم زيارة الى العاصمة الالمانية برلين للمشاركة في القمة التي تنظمها الرئاسة الالمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع افريقيا تحت شعار الاستثمار في مستقبل مشترك قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان مشاركة الرئيس السيسي بهذه القمة التي دعت اليها المستشارة الالمانية انجيلا ماركل تأتي في اطار الاهمية التي تليها مصر لتفعيل التعاون بين الدول الافريقية ومجموعة العشرين في مختلف المجالات التنموية اضاف انه من المنتظر ان تطلق الرئاسة الالمانية خلال هذه القمة مبادرة للتعاون مع افريقيا تقوم على انشاء الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة بهدف توفير مناخ مواتي لجذب الاستثمارات لافريقيا وذلك بشكل مستدام وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة بارسال مساعدات طبية الى الشعب العراقية اصدر الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي توجيهاته باعداد شحنة مساعدات من الادوية والمستلدمات الطبية مهداء الى الشعب العراقية وتم نقلها عبر الخطوط الجوية العراقية يتي ذلك في اطار الدور المصري الفعال تجاه الاشقاء وتقديم الدعم وكذلك التضامن معهم في مختلف اوقات المحن اكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول صدقي صبحي ايضا ان القوات المسلحة ستظل دائما صمام امن وامان مصر وشعبها وجاء ذلك تحديدا في كلمة للقائد العام خلال حضوري حفل تخريج دورات كلية القادة والاركان التي ضمت دارسين من 13 دولة شقيقة وصديقة طلب القائد العام الخرجين بالحرص على تحديث وصقل مهاراتهم وملكاتهم بما وفرته لهم القوات المسلحة من امكانات العلم والتثقيف والمعرفة وان يكونوا مثلا وقدوة لمرؤوسهم في العمل والعطاء والتحلي ايضا لانضباط العسكري واعداد جيل من المقاتلين المؤهلين علميا وتدريبيا باعتبارهم طاقات بشرية خلاقة قادرة على الوفاء بمهامها بما يملكه من استعداد فطري لخدمة الوطن والولاء له والاستعداد لتضحية في سبيل سلامته وايضا وحدة اراضيه الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة ترأس اجتماعا للمجلس الاعلى للكليات والمعاهد العسكرية بحضور مديري الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية تناول هذا الاجتماع مناقشة برامج الاعداد والتأهيل العسكري والعلمي والثقافي لتنمية المهارات المطلوبة لبناء الشخصية العسكرية لطلبة اليوم وضباط المستقبل كذلك ايضا ملامح خطط التطوير للمنظومة التعليمية التي تشمل تطوير المناهج واستخدام احدث الاساليب العلمية والعملية لتخريج اجيال قادرة على مواكبة التطوير العلمي المتلاحق داخل القوات المسلحة وزير الخارجية سامح شكري اكد ان اتفاقي تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية تم توقيعها بعد 11 تجول من التفاوض مثل مصر فيها لجنة قومية بتضم كبار مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع وايضا اجهزة سيادية اضاف شكري امام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ان الاتفاقية التي اقرها مجلس الوزراء المصري تتضمن ثلاث مواد بتحدد خط الحدود البحرية بين البلدين وكيفية دخول الاتفاقية حيز النفاذ مشيرا الى ان الاتفاقية بتتيح للبلدين جميع الحقوق المنصوص عليها في الامم المتحدة في قانون البحار اوضح شكري ان اللجنة القومية في جولات التفاوض استندت الى قرار الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك وذلك هو القرار رقم 27 لعام 1990 الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب اكد انه يكن كل التقدير لمن يؤيد اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية او من يقف ضدها واشار الى ان الجميع على درجة واحدة من الوطنية جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية المعروفة اعلاميا اتفاقية تيران وصنافير وذلك برئاسة المستشار بها ابو شقة اوضح ابو شقة ان اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طريقة اقرار اتفاقية تعيين الحدود لن ينتهي بقرار بشأن الاتفاقية لافتا الى انه الاجتماع مخصص لاستماع لظروف وملابسات التوقيع على هذه الاتفاقية من جانب اللجنة القومية التي تفاوضت وصاغت هذه الاتفاقية المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اكد اليوم ايضا على ان الحكومة جادة في توفير مناخ جاذب للمزيد من الاستثمارات وايتحت مجموعة من الحوافز والتيسيرات في اطار قانون الاستثمار الذي تم اقراره مؤخرا بما يسهم في اقامة المزيد من المشروعات التنموية والاقتصادية التي توفر فرص عمل حقيقية للشباب المهندس شريف اسماعيل وجه ايضا باستمرار بذل جميع الجهود التي تسهم في تذليل اي عقبات قد تواجه المستثمرين على مستوى الجمهورية وتقديم اوجه الدعم المختلفة للمناطق الاقتصادية خاصة في منطقة قناة السويس لما تمثل من اهمية كبيرة للاقتصاد المصري نعود للخبر الخاص بالتفاقية تيران وصنافير وينضم الينا دكتور محمد صلاح عبد البديع اهلا بحضرتك يا فاندم اهلا بحضرتك السادة مشاهدين اهلا بحضرتك وحضرتك طيب دكتور علي عبدالعاه الرئيس مجلس النواب أكد انه بيكن كل التقدير لمن يؤيد للتفاقية الخاصة بتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية او من يقف ضدها مشاهدين الجميع على درجة واحدة من الوطنية فيما يتعلق بهذا الموضوع او هذه القضية المعروفة باتفاقية تيران وصنافير اخر التطورات الخاصة بهذا الموضوع وفقا لما ورد في مجلس النواب تفضلي فاندم طبعا عندك طبع نصف المادة 197 من لاحة البرلمان او لاحة مجلس النواب رئيس الجمهورية بيحيل اي اتفاقية او معاهدة دولية الى مجلس النواب لكي يدلي برأيه فيها طبعا للمجدى 51 بتتطلب ضرورة موافقة البرلمان على اي معاهدة او اتفاقية لما تيجي اي اتفاقية او معاهدة لمجلس النواب بيحيل رئيس المجلس الى اللجنة الدستورية التشرعية لكي تحدد طريقة اقرار هذه المعاهدة طريقة الاقرار بتتم من خلال صور ثلاثة حدارة المادة 51 اما حضرتك ان هذه المعاهدة التفاقية تبقى معاهدة من المعاهدات العادية التي لا تمس اه سيادة الدولة او لا تعتبر معاهدة من معاهدة التصالح او التحالف ففي الحالة دي بتمرر اه طريقة الاغلبية المطلقة للحاضرين او تكون المعاهدة من المعاهدات المتعلقة بالتحالف اه او متعلقة بالحقوق السيادة فهنا لابد بنوافق ثلاثين اعضاء المجلس على الاقل او تكون الفرض الثالث المعاهدة من المعاهدات اللي بتغطب عليها مخالفة احكام الدستور او فيها اه تنازل عن جزء من قريم الدولة. اللي بيحدد اه 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 اي حالة من الحالة الثلاثة هو اللجنة الدستورية والتشرائية. مم. وبنان عليه بيوفع التقرير الى الجلسة العامة. فاحنا ما زلنا حضرت سواء اليوم او اليوميين القادمين بنستمع الى المتخصصين والى التفنيين. نعم. بديم مجلسات السماع عشان نستمع الى جميع المتخصصين. وتحددها للحكومة وكل ما جاهد به من دلائل او دلال اليوم. سوف ننقشها سوما وعد ذلك بيتم التصويت من اه من اعضاء اللاجنة. اذا اغلبية الاعضاء انتهوا الى فرض من الفروض الثلاثة بيحال الامر الى الجلسة العامة لمناقشة الموضوع والتصويت عليه اه 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 وصفة في الجلسة العامة فيها بعد. لكن او المشكلة او الموضوع اللي عندنا حضرتك ان هذه الاتفاقية صادر حكم القضائي نهائي وبات من المحكمة الادرالي عليا ببطلان هذه الاتفاقية. تأسيسا على بطلان توقيع رئيس الوزراء على هذه الاتفاقية. لانه وفقا للدستور اللي بيبرم المعاهدات رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء. والحقيقة رئيس علي عبدالعان لرؤية معينة انه ده لا يمنع ولا يؤثر على حق البرلمان في انه يناقش هذه الاتفاقية. ودي المعادلة اللي عندنا انقسم اعضاء المجلس وتحديدا للجنة اليوم. ما بين فريقين فريق بيرى انه ليس للبرلمان ولاية في منقشة هذه الاتفاقية. على اعتبر ان عندنا حكم قضائي. ده ملزم يجب ان نحترمه جميعا. وبالتالي انتهي لبطلان هذه الاتفاقية. وبالتالي هي والعدم سواء وفقا للحكم فلا يجوز ان احنا نعيد مناقشتها مرة اخرى. فريق اخر بيمتصر له او بيريده الدكتور علي عبدالعالب يرى انه فقم المحكمة لا يجب ولا يؤثر على طلطة البرلمان في انها تناقش هذه الاتفاقية. نعم. وده الحقيقة هو الحوار اللي تايم اللي دائم الآن سواء في المجلس او في اللاجمة اللي هنحكمه في اليومين القادمين ان شاء الله. نعم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وايضا بينضم الينا دكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري. دكتور صلاح اهلا بها حضرتك يا فندم. شاهدتك ولكل مشاهد. اهلا بيك يا دكتور حضرتك يا فندم شايف هذه القضية المعروفة اعلاميا باتفاقية تيران وصنافير كيف ترى اخر التطورات في هذه القضية ازاي. وهو بقى اعلاميا احنا عايزين نصوي المطلحات. اتفاقية اسمها اتفاقية تحديد الحدود البحرية. نعم. بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. نعم. لم يرد فيها ذكر من قريب او بعيد لكلمة تيران وصنافير. مهم. دين امرة واحدة. تمام. النقطة التانية انا استمعت يعني في عجلة قصيرة اللي من كان يحدث قيادتك من قبلي. وبقول ان في احكام قضائية من قضاء الاداري بطبط التوقيع السيد رئيس مجلس المزرع. اه هذا الكلام صحيح. بس انا رأيي ان هذا الكلام ناقص كمان ليه ناقص. لان بجوار هذه الاحكام التي ذهبت هذا المذهب. يوجد احكام اخرى من القضاء العادي القضاء المدني. قال. عدم الاعتداد بهذه الاحكام واعتبارها غير منتجة لاي افضل. في ظل هذا الامر القضاء العادي ده قضاء دولة. لان قضاء الدولة هو القضاء العادي والاداري والدستوري والعسكري لاي احترامه. احيلت الاتفاقية الى اه رئيس مجلس النواب. فاذا هي اتصلت به اتصالا دستوريا صحيحا. ومن ثم وفقا للمادة 151 من الدستور. البرلمان يتوجب عليه ان يعمل رقابته على هذه الاتفاقية. لان دي رقابة من نوع سياسي. اذا المشكلة المثارة في رأيي وفي ظني انها محتومة. انا انضم تماما لما قاله اليوم الاخ الفاضل دولة الرئيس الدكتور علي عبد العال. نعم. من ان الاتفاقية اصبحت في حيازة مجلس النواب. وان المجلس يمارس عليها سلطات الرقابية المقررة في المادة 151 من الدستور. ولا يوجد في ظني رأي اخر خلاف ذلك. هذه واحدة. نعم. النقطة التانية لابد ان يدرك الكافة ان البرلمان ما كانش خصم في الدعوة. هو اختصم. بس المحكمة اخرجت رئيس مجلس النواب بصفة من الدعوة. فالحكم لم يصدر في مواجهة رئيس مجلس النواب. وهذا الحديث انا قلت انا كنت مدعو اليوم في اللاجمة تشريعية. ولما اخذت الكلمة قلت هذا الكلام. فالحكم لم يصدر في مواجهة الاستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب بصفتيه. نعم. ليه لان المحكمة اخرجته من الدعوة واعتبرت ان الدعوة في مواجهتي رفعت على غير زيطة. نعم. وقالت حرفيا ان احنا هنطلع رئيس مجلس النواب من القضية ونكتفي بذلك في الاسباب دون الاشارة الى هذا الامر في المواجهة. اللي يمضي الاتفاقية مش رئيس مجلس النواب. نعم. النقطة دي مهمة. النقطة دي مهمة ويريت حضرك تفسرها بشكل اوضع. هذا صحيح يا استاذ. المادة 151 ماذا تنص يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويبلغها مجلس النواب يصدق عليها بعد المفاق. هذا صحيح. بس الدستور يا استاذ او انا كنت عضو لجنة اعداد الدستور ولجنة الخبراء يقرأ في جملاته. وحطينا مادة كانت من تأكيد مؤكد في الدستور. قلنا الدستور يشكل بالدباجة وبجميع مواده نسيجا متكامل وكلا لا اقبل التجزاء. هناك مادة تحمل رقم 148. مفادها القاتي ومضمونا حرفيا. ان السيد رئيس الجمهورية من حقه يفوض رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او المحافظين في بعض من اختصاصاته. البعض قال وردد على مواقع التواصل الاجتماعي كلاما مغلوطا. مفاده ان رئيس الجمهورية لا يملك التفويد في مثل هذا الامر لانه امر سيادي. المنع والحظر والتحريم والتجريم بحاجة الى نص. في نص في موضوع التفويد داعا في نص. ايه هو ما جاء في نهاية المادة 148 يعني عجز 148. قال التفويد التفويد لا يجوز. يعني لو رئيس الجمهورية فوض دولة رئيس مجلس الوزراء ما يجيش تايد رئيس الوزراء يفوضها الوزير. هو ده اللي ممنوع. وبعدين ما يقولون عنه انه اعمال سيادة. ما احنا قلنا ان ده اعمال سيادة. هو في دي اعمال سيادة وفي غيرها. لا يعني كلام عايز قدرا من الهدوء ومزيدا من العلم. ومزيد من التوضيح لتفاصيله يعني. نعم. نعم. اشكرك جزيلا شكرا دكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري. اشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح المفصل. شكرا لحضرتك يا فان. مازلنا مع حضراتكم مشاهدين في هذه الجولة الاخبارية. مع اهم الاخبار اللي تابعناها على مدار اليوم. الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام. ورئيس امتحان الثانوية العام. وما اعتمد نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق الإجابة الامتحانية اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية بامتحان الدور الأول من شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016-2017. العينة العشوائية كشفت أنه نسبة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الأولى اللغة الإنجليزية وصلت إلى 79.4%. في حين وصلت نسبة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الثانية اللغة الفرنسية إلى 96.6%. مشاهدين الكرام دي كانت أبرز الأخبار اللي احنا تابعناها مع حضراتكم على مدار اليوم بعد الفاصل مباشرة. هنتابع مع حضراتكم في حوار مفصل آخر التطورات الخاصة بالأزمة القطرية مع الدول العربية. هنتابع مع حضراتكم في البداية هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى لتفاصيل هذا الموضوع في حوار خاص في برنامج من القهارة. ترحيب قبلت به تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اتهم فيها قطر بتمويل الإرهاب. السعودية والإمارات والبحرين رحبوا بدعوة الرئيس الأمريكي إلى قطر للتوقف فورا عن تمويل الإرهاب. دعية بدورها الدوحة إلى البدء في تصحيح سياستها. السعودية من جانبها أكدت ضرورة التحرك الفوري لوقف تمويل الإرهاب. بما ينسجم مع مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض في مايو الماضي. أما الإمارات فقد أشدت بتصريحات ترامب مؤكدة أنه ينبغي على الدوحة أن تراجع سياستها الإقليمية فيما يتغلق بدعمها المقلق للتطرف. ورأت البحرين من جهتها أن موقف ترامب الحازم يعكس إصرارا شديدا على مواصلة مكافحة كل ثور الإرهاب. مشددة على ضرورة التزام قطر بتصحيح سياستها والانخراط بشفافية في جهود مكافحة الإرهاب. وبعدما كان الموقف الأمريكي من الأزمة الخليجية ضبابيا خلال الأيام الماضية، أتى تصريح ترامب ليجاسد الانخراط الأمريكي الكامل في هذه الأزمة. حيث صرح ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروماني في البيت الأبيض أن دولة قطر قامت تاريخيا بتمويل الإرهاب على مستوى عال جدا. وأضاف ترامب أنه قرر مع وزير خليجياته ريكس تيلرسون وكبار قادته العسكريين أن الوقت حان لدعوة قطر إلى توقفه عن تمويل الإرهاب. تطوراتنا متسارعة بشكل كبير فيما يتعلق بالأزمة القطرية مع مختلف الدول العربية بداية من قطع مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى البحرين وعدد آخر من الدول العربية وجزر المالديف لعلاقتها الدبلوماسية مع قطر. حتى البيان الذي صدر مؤخرا من مصر باعتبار 59 فردا بالإضافة إلى 12 منظمة أنها منظمات إرهابية تم تصنفها كأنها منظمات أو أنها منظمات إرهابية مما يؤكد دعم قطر للإرهاب وأيضا تمويلها أو مساهمتها في تمويل هذه المنظمات الإرهابية وتنظيم الإخوان الإرهابي بالإضافة أيضا إلى دعمها المتواصل لإيران باعتبارها من كبريات الدول في منطقة الشرق الأوسط في تحدي واضح لدول الخليج العربي تطورات كثيرة نتعرف عليها وأبرز وآخر هذه التداعيات من خلال هذا الحوار مع سيادة أسفير محمد عادل الصفتي وكيل أول وزارة الخارجية الأسبق أهلا بحضرتك إفاني أهلا بيك إفاني أهلا بيك بالفعل هي تطورات كثيرة إحنا تبعناها الحياة خلال الفترة الأخيرة الأخيرة حضرتك في البداية شايف يا فندم أنه هذا البيان الذي صدر مؤخرا من مصر باعتبار أنه 59 فرد و 12 منظمة أن هي بتعتبر إرهابية وبتدعمها قطر بشكل واضح وصريح هذا البيان حضرتك شايف توقيت صدوره هل كان من المفترض أنه يصدر قبل ذلك أم أنه توقيت صدوره مظبوط حتى يتم التأكد من كل الأدلة والبراهين الخاصة بهذا البيان حتى لو كان توقيت صدوره اتأخر شوي نعم إنما البيان صدر فعلا ويتهم بصراحة بعض الناس أفراد ومنظمات الموضوع يستاهل التحقيق سواء من مصر أو من الدول الأخرى أو من قطر بالذات فالدول لما بتتهم اتهامات بهذه الجدية لا يجوز أن احنا نتمسك بمسائل شكلية إن في بعضهم منظمات خيرية طب هم منظمات خيرية وبتمول الإرهاب نعم يعني عاملة كده ده يعني أدعى أن أنا أشك فيها لأنها صحيح منظمات خيرية وبتساعد بعض الجمهور وحاجات زي كده أنا وفي نفس الوقت ده عاملة زي حاجة كمفلاج علشان نحدش تشك فيها منما هي الإرهاب بيتم تمويله عن طريقها فالمسألة يجب التحقيق فيها أما النقطة الشكلية اللي بيتمسكوا بيها يعني مثلا في حضرتك أشارتي دلوقتي إلى أن الولايات المتحدة على اللسان أعلى راس فيها رئيس الجمهورية أدانت قطر وقال أنه كانت بتمول الإرهاب على مؤسطةه عالي جدا قطر بتقول لحاجة تانية بتقول لا ده فيه خلاف بين المسؤولين الأمريكيين والرئيس الأمريكي لا يمثل الولايات المتحدة بقى ده كلام ده كلام يعني ممكن أنه هو يدخل العقل وحد يصدق فيه كلام ده زي بالظبط ما أقول أن وزير خارجية قطر يمثل رأي قطر نمأ الأمير تميم ما يمثلش رأي قطر ده كلام ما ينفحش برضه الكلام لابد أن يتحقق فيه طيب أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال حياة فندم هو مرتبط بنفس الموضوع ولكن بنتحدث عن ممكن تفصيلة مهمة خاصة بنفس الموضوع مسألة الإعلام ودوره بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة أنه يبث سموم الأدبيات الخاصة بتنظيمات إرهابية من خلال قناة الجزيرة اللي بتعمل على تشويه الحقائق اللي بتعمل على طبعا هي بعيدة تماما عن أي مهنية أو أي نوع من أنواع المهنية الإعلامية المحترمة هي بتعمل على أجندة معينة بتسير بها بشكل واضح جدا بتعمل على نشر الأدبيات الخاصة بتنظيمات إرهابية مثل تنظيم القاعدة كيف يمكن مواجهة هذا البوق الإعلامي بشكل يعمل على توضيح الحقائق العمل على أيضا عدم الاستماع تماما لمثل هذه القناة اسمحي لي أن أنا أعدل حاجة في كلام حضرتك هي قناة الجزيرة ليست بعيدة على المهنية هي مهنية تماما ولكنها تتسم بغرض هي مغرضة تشويه الحقائق حضرتك شايف أنها مهنية إزاي هي قناة مغرضة تتبع اسلوب مهني في تشويه الحقائق فالقناة محترفة بتقنع ناس كتير جدا صحيح القضية اللي بتدافع عنها قضية سيئة جدا شديدة السوق كمان ولكن بتدافع عنها بأسلوب محترفة عندها ناس متمرنين كويس قوي واخدين كورسات كويس قوي في البي بي سي ومتعلمين كويس قوي ويجيدوا الحوار يجيدوا أن هم يوجهوا الأسئلة وجهة معينة الضيف اللي بيسألوه مثلا صياغتهم للأخبار صياغة محترفة جدا في سبيل تحقيق الهدف اللي هم عايزينه صحيح هو هدف غير شريف إنما هم مهنيين في تنفيذهم هذا الهدف غير الشريف إزاي بقى نقاوم هذا بإن إحنا نكون أكثر منهم معيش حسنا بس عايز أرد على النقطة دي تحديدا إنه هو معروف طبعا الهدف إيه ومعروف الأجندة اللي هم ماشيين بيها إزاي ولكن برضو حضرتك شايف زينه تشويه الحقائق ده نوع من أنواع المهنية لا تشويه الحقائق مش نوع من أنواع المهنية إنما إزاعت الحقائق تغيير الحقائق تماما يعني إزاعت الحقائق المشوهة بطريقة شديدة المهنية دي نقطة تفصيلة فرعية لكنها نقطة دقيقة جدا قناة الجزيرة قناة محترفة أعضاءها المزعين فيها معزعين محترفين متمرنين كويس قوي يجيدوا الحوار يجيدوا من نقشة يجيدوا صياغة الأخبار بحيث أن هما يحققوا فيها يخدموا الأجندة اللي هما بالزبط اللي هما بيشتعلوا هما بيحققوا هدف معين هما بيقبضوا فلوس عشان كده دي شغلتهم هذا الهدف غير شريف لماذا لا يتحرك المجتمع الدولي من أجل يعني الوقوف أمام هذه القناة بكل توجهتها بكل الأجندة خاصة بيها اللي بتعتبر واضحة جدا أمام الجميع ده موضوع تاني قطر بقى يعني عملت مقدمة كويسة قوي للأضايا اللي هي بتمثلها وبتدفعها قطر اشترت دول كتيرة جدا دول للأسف إنها دول غنية ودول ديمقراطية ودول كويسة قطر تملك في فرنسا مثلا تملك كمية كبيرة جدا من اللوقندات تملك كمية كبيرة جدا من المتاجر المتاجر الكبرى حضرت تسمعي عن جاليريلا فيات مثلا ده قطر اشترته تملك تشارك في صناعة السيارات في قطر تشارك لأن عندها فلوس كتير قوي يعني بالزوفة كده فاشتروا أسهم في شركات كتيرة جدا فرنسا اشتروا فنادق كبرى بالنسبة لإنجلترا إنجلترا يملكه حضرت كنت سمعت عن محل هاردس مثلا اللي كان يملكه أحد المصريين اشترته قطر يملكه في صناعة السيارات في إنجلترا في صناعة كترول في إنجلترا يملكه أيضا فنادق فنادق كبيرة جدا فهم نتيجة هذا الاستثمار استطاعوا إنهم يكونوا لوبي ضخم في البلاد الأخرى يهم هذه البلاد إن قطر ما تقعش لأن لو قطر وقعت هذا الاستثمار ممكن إن هو يصيب السوق السوق الغربي عموما بصدمة كبرى هنا دي قطر عملت كده إحنا نقاوم ده مش معنى كده إن إحنا نسكن لا إحنا لازم نقاوم ده بيننا نشرح للناس كلها إن قطر بتستعملكم بتستغلكم هم ما بيشتروش الحاجات دي اللي هي كده وإنما لأنهم بيكسبوا منها أولا بالذب وعلشان الحكاية اللي احنا بنقولها الوقت طيب هنتوقف عند النقطة دي فنموها نتكلم عليها بشكل أكثر تفصيلا بعد موجز الأنباء ونتابع الآن موجز الأنباء مع زميل أحمد فؤاد رجعنا لحضراتكم مرة أخرى في برنامج جاملة القاهرة ومرة أخرى أيضا أرحب بضيفي سيادة السفير محمد عادل الصفتي وكيل أول وزارة الخارجية الأسبق ونتحدث عن آخر التطورات الخاصة بالأزمة القطرية مع مختلف الدول العربية أهلا بحضرتك سيادة السفير مرة أخرى طبعا يا فندم أكيد حضرتك متابع بشكل واضح جدا المحاولات المتواصلة من قبل قطر ليس في هذه الفترة ولكن الحقيقة من فترة طويلة جدا إلى مسألة تعمد إثارة الفتنة بين الدول العربية شق الصف الداخلي العربي التدخل في أشؤون الداخلية للدول العربية لو أنها تحدث عن مصر هناك إصرار على أن يكون هناك دائما مسلك معادي لمصر بشكل واضح إيواء عناصر إرهابية صدر أحكام بالفعل القضائية ضدها لأنها قامت بأعمال أو عمليات إرهابية موجودة في سيناء بشكل خاص لماذا هذا الموقف الواضح جدا من قطر وبشكل خاص تجاه مصر لماذا هذا المسلك المعادي تماما تجاه مصر الموضوع موضوع قديم شديد القدم في وقت من الوقت أنا اشتركت فيه سنة سبعة وتسعين سنة سبعة وتسعين لاحظنا أن عدد المصريين العاملين في قطر نقص إلى حوالي النص في خلال مدة قصيرة جدا مدة حوالي أربع شعور فكان علينا أن احنا نتحر لأن احنا لحد هذا الوقت كنا بنعتقد أن احنا على علاقة طيبة بقطر ونجد نشفاهمين إيه الموضوع فكلفت بأن أنا أسافر لقطر علشان أشوف الموضوع ده ونفتح الموضوع بطريقة وده ونشوفي الحكاية فأنا محبتش أن أنا يبقى هذا هو الموضوع اللي أنا مسافر له بالذات فانتهزت فرصة وجود مؤتمر في قطر كان قطر بتستضيفه مؤتمر وزاري للمؤتمر الإسلامي لجنة وزارية فسافرت أمثل مصر فيه واتصلنا في قطر بمسؤولين فوجئت بأن هما بيقولوا كلام غريب جدا أن فيه يعني هما قالوا كذا حاجة منها مثلا أن نايب فيه مجلس الشورى وصف قطر بأنها دولة صغيرة وأن حي شبرة عدد سكانه أكبر من عدد سكان قطر طيب يعني هل ده يلقي اللوم على حكومة مصر أو على شعب مصر ويقتضي أن الموظفين المصريين يستغنى عنهم بهذه الطريقة الفضة المهم أن أنا بعد ما رجعت اتصلت بي رئيس مجلس الشورى أياميها وأكلم النايب اللي قال هذا الكلام وأوافق هذا النائب على أن يلغى الكلام من كلمتين اللي قالهم دول وفعلا تشالم المحضر وطلع ملحق للمحضر في محاضر الاجتماعات بتاعت مجلس الشعب ومجلس الشورى تنشر بالكامل بكل كلمة قالوها النواب أيو فألغيت هذه الكلمة موضوع تاني فيه بلغهم أن فيه كاريكاتير اتعامل فيه مجلة روزا ليوسف طلع أن ده كلام غير حقيقي ما حصلش ما حصلش أن فيه كاريكاتير بالوصف اللي قالوا عليه بيهين الأمير ونجله اللي هو كان وليه العهد اللي أصبح الأمير الوادي كلام كلها مسائل صغيرة من هذا النوع بزبط ناس بتتلكك علشان تزعل هم هم عايزين حاجة يزعلوا فيها لما ما يلاقوش حاجة بيزعلوا برضو حيزعلوا فيعني الموضوع موضوع قديم فيه خلفيات نقدر نفهم حصل في التاريخ القديم أن الأمير حمد ألب والده وخد الحكم الدارة الوالد نفسه كان ألب عمه وخدر الحكم هم فاتهمت مصر بأن هي عايزة ترجع العم ده غير صحيح غير مزبوط وبلغنا قطر من أياميها ده الكلام ده في السبعينات بلغنا قطر من أيامي أنه كلام ده مش مزبوط أنه الكلام ده مش مزبوط تمام وحتى الشخص اللي حاول أنه هو يعمل الحكاية دي حوكم تمام حوكم وتم فصله من الحكومة المصرية تماما وقطر عرفت كلام ده كله إنما هم مش قادرين ينسوا الموضوع ده يعني حضرتك شايف أنه الموضوع ده هو السبب ولا أنه في مصالح قطرية مع دول أخرى هذه الدول مصلحتها زي مصلحة قطر تحديدا أن يكون فيه مسلك معادي من مصر بشكل خاص اللي أنا أعتقده تماما في هذا الموضوع أن الاتجاه السلفي متغلب على خطر والاتجاه السلفي اتجاه شديد جامد جدا هناك وكان حضرتك تسمعي عن المصريين الأفغان مثلا اللي هم المصريين اللي راحوا حربوا في أفغانستان مع القاعدة دول لما كانوا بيرجعوا كان بتستضيفهم قطر وزير بالذات مسؤول هناك وزير الدخلية المسؤول عن الأمن بيستضيف الجماعة دول في مزرعته فالمسألة هي اتجاه سلفي وهم مش عجبهم أن مصر بتقاوم هذا الاتجاه طيب هو إزاي نفس هذا الاتجاه هو فيه دعم واضح لإيران خلال الفترة الأخيرة وأنها تعتبر من الدول الكبرى في منطقة الشرق الأوسط في تحدي واضح جدا لدول الخليج العربي من وجهة نظرك ده موضوع بقى آخر هي قطر لأت أنها لن تستطيع أنها تنافس الدول الكبرى في المنطقة زي السعودية وزي مصر وزي كزاير وزي المغرب وزي دول الكبرى الدول الرسخة في المنطقة قطر لن تستطيع منفستها في أي حال لا بالثقافة ولا بالعدد السكان ولا بالمجد ولا بالتاريخ ولا بالكغرافيا ولا بالحجم يعني أي مقياس من المقيس لن تستطيع قطر أنها تنافس أي دولة من الدول الكبرى في المنطقة إنما هي عندها حاجة مهمة جدا هي عندها فلوس كتير أو فتقدر تنافس في الشغب تقدر تنافس مصر نهاية تبقى دولة مشاغبة أيها تقدر تنافسنا في ذلك فهي اتخذت هذا الخط النهاية علشان يبقى لها نوع من أعين من أنواع المجد في منطقتها إنها تتخذ خط المشاغبة نعم وبتكسب بكده كتير وفي دول معينة في كذا دولة في العالم كله موجودة في دولة في أمريكا للغترنية وفي دولة في أسيا ويعني كلنا عارفين هم وهذا التأثير من وجهة نظرك على دول المنطقة بشكل عام إنه ظهور إيران على السحة مع قطر خلال الفترة الأخيرة تأثيره إيه على دول المنطقة بشكل عام هو طبعا قطر بتؤدي دور خدمة لإيران نعم إن هي بتعمل المشاغبات اللي بتعملها ضد دول الخليج مثلا نعم فدول الخليج دلوقتي مهتمة بالموضوع ده ويعني سكت على إيران فهي بتعمل دور خدمة كبيرة جدا لإيران إيران لازم تساعدها في الموضوع ده إنما ده موضوع قديم برضو حضرتك تفتكري إن مؤتمر القمة اللي دعت له قطر في مرة من المرات وامتنع الدول كتير جدا نهاية حضرت تحضره وإن قاله إحنا حنعقد المؤتمر بمن حضر أنا مش فاهم يعني إيه بما نحضر المهم إن من حضر ده تلعى خمس أو ست دول كانت لأول مرة ولآخر مرة أيضا قطر دعت إيران لحضور مؤتمر القمة العربي جمع العربية هي ليست عطو وليست مراقب وليست أي حاجة وده مؤتمر قمة نعم ومؤتمر قمة لا يحضره مراقبين نعم المهم إن هي دعت دولة لحضور هذا المؤتمر حتى أنا أفتكر مرة من المرات صحفي بيسأل كان يميها وزير الخارجية قطر لأصبح بعد كده رئيس وزارة حمد بن جاسم عن موضوع دعوة إيران فقال له توبة إحنا حرمنا بالضبط استعمل كلمة توبة حرمنا مش هنعمل كده تاني فهي قطر من زمان بتحمل كده لأن هي مش هتستطيع إنها هي حقيقة الأمر إنها لن تستطيع منافسة الدول اللي حواليها لا السعودية ولا الإمارات ولا الكويت في أي نوع من أنواع المجد وإنما تستطيع أن تنفسها في المشاغب طيب سيد السفير لو هنتحدث عن دول المنطقة يعني كل دولة على حدة لو هنتكلم على الوضع الحالي في اليمن في مسندة واضحة طبعا لميليشيات الحوثي على الرغم من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن حضرتك بتفسر هذا التطور الزي زي ما قلنا أن القطر عندها فلوس واللي عنده مال محيار ويشتري حمام ويطياره فهم بيستعملوا الفلوس بتاعتهم في المشاغبات لأنه مش هيكون لها تأثير غير في المشاغبات في هذه المنطقة فإيران تستطيع أنها تمد الحوثيين في اليمن بالسلاح إنما في ذلك الوقت كانت إيران في حالة حصار وكانت موقعة عليها عقوبات من دول كثيرة ومن الأمم المتحدة فلم يكن عندها من المال ما يكفي أن تمد الحوثيين باحتياجاتهم المالية إنما تستطيع أن تمدهم باحتياجاتهم السلاح فأمدتهم بالسلاح ولكن قطر تستطيع أن تمدهم دائما بالأموال فأمدت الحوثيين بالأموال وكذلك أمدت جهات أخرى بالأموال وصرفت عليها وهيئت لها الأجواء وإيران تمدهم بالسلاح وقطر تمدهم بالأموال لهم الجهة الإرهابية عملا نعم نفس القصة اللي هو دعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف في المملكة العربية السعودية وفي البحرين وفي البحرين البحرين عملا لهم مشاكل كبيرة قوي إيران عملا مشاكل كبيرة جدا في البحرين عن طريق الطبور الخامس الشيعي في البحرين وقطر تمده بالأموال فهي وقتها تدور غريب جدا في منطقتها ويعني لا يجوز أبدا أن دولة لو اتجهت إلى البناء وإلى تعميق العلاقات ربما كانت تحظى بنتائج أفضل من كده بكسي نعم طيب سيادة السفير ما هي توقعاتك بعد مقاطعة لعدد من الدول العربية لقطر طبعا على رأسها كما ذكرنا مصر والسعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى كثيرة ودول أخرى الحقيقة أعلنت أيضا مقاطعتها الدبلوماسية العلاقات الدبلوماسية بالإضافة إلى جزر المالديف والسنغال وغيره كثير ماذا بعد ذلك من وجهة نظرك؟ هنا أنا لست متفائلا في الموضوع لأني أظن أن قطر ستقاوم مقاومة شديدة جدا في هذا وربما يطول الأمر إلا إذا إلا إذا مجلس العائلة في قطر اجتمع وطلب من الأمير تميم أن يعد المصار ولمجلس العائلة في قطر سوابق في هذا يعني مثلا عندما أحد الحكام ربما كان تميم أو غيره لما استولى على الحكم من والده قام الوالد بمحاولة لعمل قلاقل في قطر فمجلس العائلة طلب منه أسكوت فسكت فمجلس العائلة في قطر مجلس قوي ويستطيع إذا أرد التدخل أن يتدخل وأن يطلب من الأمير أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا وله من النفوذ أنه يستطيع أن يؤثر عليه نعم طيب أيضا فيما يتعلق بالبيان اللي ذكرنا أنه مصر الحية أصدرته باعتبار أنه 59 فرد وأيضا 12 منظمة أن هي على قائمة المنظمات اللي بتدعم الإرهاب واللي بتمولها قطر بعد هذه الخطوة أيضا وإعلان هذا البيان المفترض إيه اللي يتم يا فندي من خطوات؟ المفترض أنه فيه إجراءات بقى مفروض أن الإنتر بول يقوم بإجراءات معينة نعم طبعا مصر والدول الأخرى اللي أصدرت هذا البيان لأنه ده مش بيان مصري فقط هو بيان مصري سعودي إماراتي بحريني صحيح لابد أن احنا قمنا أنا معرفش بظبط أن أنا مش في الحل حكومة الوقتي أنا في المعاشة لابد أن احنا قمنا بإبلاغ الأمم المتحدة بذلك علشان تتخذ إجراءاتها فيه لابد أن احنا أبلغنا الإنتر بول بذلك عجل تتخذ إجراءاتها يتخذ الإنتر بول إجراءاتها فيه ولابد أن احنا طلبنا أيضا تسليم المصريين في هؤلاء دول مش كلهم مصريين التسعة وخمسين فرد دول مش مصريين كلهم وإنما منهم أزلان ستة عشرين أو سبعة عشرين مصري نعم فإحنا لابد أننا نطلب تسليمهم نطلب تسليمهم من قطر ونبلغ الإنتر بول أن احنا طلبنا التسليم وعلشان يتخذ الإجراءات له نشرات الإنتر بول ويعملها حدث تسمعي عن النشر الحمراء والنشر الصفراء وهكذا فالإنتر بول له إجراءات بيعمل في طلب التسليم بحيث أن أي طرف الثالث يجب أن يمتنع عليه أن هو يستقبلها وللناس إذا خرجوا من قطر لأن طبعا قطر ممكن أنها تقول أن الناس دي مش موجودين عندها أيوه ولو أن بعضهم بيطلع في التلوزيون كل يوم وبيتكلم وبيعمل سيطة كبيرة قوي والجزيرة فتح لهم يعني برامج كاملة إنما ممكن أنها تدعي أنهم غير موجودين عندها فيمتنع على أي دولة أخرى أنها تستقبلهم والتي يبقى عمل عدائي فبالتأكيد مصر تعلم ذلك واتخذت الإجراءات اللازمة هي والدول التي أصدرت هذا البيان نعم بعد أيضا يعني هذه السياسة الواضحة من قبل قطر وأنه إن هي بتدعم مختلف التنظيمات الإرهابية بتأوي هذه العناصر الإرهابية بتقوم بتمويلها هل من وجهة نظرك هيكون في تغيير أو وضع استراتيجية جديدة من أجل التعامل مع كيفية مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية في المنطقة بشكل عام خلال الفترة القادمة مواجهة الإرهاب ماشي زي ما هو إنما الإرهاب له ممولين صحيح وله مسلحين كما قال الرئيس في خطابه من أسبوعين فقط في قمة الرياض يعني الإرهاب ده الناس المنظرين له الناس اللي بيمولوه صحيح الناس اللي بيدولوا سلاح اللي بيسلحوه كل الجماعة دول ما هو لابد إن المقاومة تبقى شاملة ابتدت المقاومة الشاملة لكن المقاومة اللي كانت موجودة ضد المنظمات الإرهابية مثلا في سينة ده مش هيوقف لأن اتجهنا إلى المنمولين لا مش هيوقف برضو في الجماعة داعش في العراق والسورية مش هيوقف حيستمر مقاومة المنظمات الإرهابية دلوقتي الأمور اتسعت بحيث إن ممولين الإرهاب اتجهنا لهم وأيضا مسلحين الإرهاب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا في نهاية هذا الحوار سيادة السفير محمد عادل الصفتي وكيل أول وزارة الخارجية الأسبق شكرا لحضرتك يا فندم في ختام الحوار شكرا لكي والسادة المتابعين وكل سنة وانتوا طيبين جميعا وحضرتك طيب يا فندم ومشاهدين الكرام بعض الفاصل هتكون الفقرة الحوارية الثانية في برنامج من القاهرة نتحدث فيها عن القمة الإفريقية الألمانية التي سيشارك فيها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك في ألمانيا والتي تم التأكيد في أن مصر بتعطي أهمية كبيرة للغاية للمزيد من التعاون بين القرى الإفريقية وبين مجموعة العشرين وذلك للمزيد من التعاون في مختلف مجالات التنمية وللعمل على خلق فرص عمل جديدة العمل على خلق مناخ جاذب للمزيد من الاستثمارات في القرى الإفريقية خلال الفترة القادمة نتبع مع حضرتكم هذا التقرير ثم نعود إلى حوارنا على الهواء مباشرة ترجمة نانسي قنقر 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 أهلا بحضرتكم مشاهدين الكرام من جديد في برنامج من القاهرة مازال بيتواصل معكم على الهواء مباشرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارج في القمة الإفريقية الألمانية هذه القمة التي يتنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين وذلك للشراكة مع القارة الإفريقية تحت شعار الاستثمار نحو مستقبل مشترك هذه القمة التي تعطيها مصر أهمية كبيرة للغاية وذلك لتحقيق المزيد من التعاون بين قارة إفريقيا وبين دول مجموعة العشرين وذلك للمزيد من التعاون والعلاقات في سبيل تحقيق التنمية على جميع الأصعاد مشاهدين للحديث بشكل أكثر تفصيلا حول هذه القمة وأهمية هذه القمة في توطيد العلاقات الإفريقية الأوروبية خلال هذه الفترة تحديدا يسعدنا أن يكون معنا أستاذ أسماء الحسيني نائب رئيس تحرير الأهرام أهلا بحضرتك أستاذ أسماء أهلا وسهلا قمة ألمانية إفريقية في توقيت مهم من وجهة نظر حضرتك أهمية هذا التوقيت وأنه في عدد من الدول العربية على رأسها مصر إن شاء الله هتشارك في هذه القمة بدعوة من أنجيلا ماركل المستشارة الألمانية نعم يعني أولا بحب أحييك وأحيي كل مشاهدي قناة النيل وأقول لهم رمضان كريم الله أهلا بحضرتك وحضرتك بألف خير طبعا يعني هذه القمة هي قمة مهمة يشارك فيها مجموعة العشرين برئاسة ألمانيا نعم ويشارك فيها عدد محدود من الدول الأفريقية هي تسع دول تقريبا نعم من المنطقة العربية هي مصر وتونس بعد ذلك فيه من بقية القرى الأفريقية السنغال، غانا، غينيا، ساحل العاج هناك رواندا، مالي، النيجر يعني إذن هو عدد محدود من الدول الأفريقية منتقال المشاركة في قمة الدول العشرين هذه المجموعة الاقتصادية التي تأسست عام 1990 وتضم الدول القبرى المتقدمة في العالم بالطبع الولايات المتحدة الصين، الهند، روسيا، كندا تضم من المنطقة العربية السعودية ومن المنطقة الأفريقية جنوب أفريقيا ودول أخرى في أمريكا اللاتينية وآسيا وأعتقد أن الدول الكبرى هذه أصبح لديها إحساس بأهمية التعاون مع القرى الأفريقية في هذا الوقت الذي يواجه العالم فيه مشاكل كبيرة مشاكل الهجرة غير الشرعية التي أصبحت تعاني منها الدول المتقدمة مشاكل الإرهاب الذي أصبح يصل إلى هذه الدول في عقر درها وأصبحت هناك جريمة منظمة عديد من المشاكل تحدث في الدول المتقدمة بسبب أوضاع مختلة في القرى الأفريقية يجب أن تسهم هذه الدول الكبرى ومن بينها دول استعمارية سابقة مثل بريطانيا وفرنسا وغيرها تساهم في حل مشاكل هذه القرى حتى لا ترتد إليها أهمية أنعقاد هذه القمة من وجهة نظرك أستاذ أسماء من النحية الاقتصادية تحديدا نعم بالطبع الشراكة والتعاون المسمر في تنمية الدول الأفريقية هو أمر ليس قاصر فوائده قاصرة فقط على الدول الأفريقية وإنما هو مصلحة مشتركة للدول المتقدمة الدول الغنية والدول الأفريقية معا الشراكات العادلة تجلب مزايا عديدة للطرفين معا ودول الأفريقية الآن هي في حاجة إلى شراكات عادلة لأنه فيه شراكات ظالمة يكون فيها استغلال من الدول الكبرى لدول أفريقية إما لأنها دول فقيرة أو دول لا تملك الإمكانات اللازمة أو لأن تحكمها أنظمة الدكتاتورية وبالتالي تقبل الشراكة مع القوى الكبرى التي تساندها وتدعمها فأصبح الآن واضح للعيان أنه هناك حاجة لشراكات عادلة لحاجة لإسهام هذه الدول الكبرى في تنمية دول القارة الأفريقية هذا المنجم الكبير الذي لم تكتشف بعد كل إمكاناته والتي يمكن أن تعود على الجميع بالنفع لأن هناك دول من بين مجموعة العشرين كالصين مثلا وغيرها تتكالب بشكل كبير على القارة الأفريقية ودعوة السيدة المستشارة الألمانية ميركل هي دعوة لشراكة من أجل إتاحة مزيد من فرص الاستثمار والتنمية المشتركة في المستقبل وإتاحة فرص العمل بالذات لطبقة الشباب التي هي طبقة حارجة ويعني الآن فتح سبل العمل والأمل أمامها يمكن أن يغير من أوضاع القارة الأفريقية وده فعلا يا فنمي أنت أكيدا لذلك أنه السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أكد هذا المعنى من خلال أنه هتصدر مبادرة من هذه القمة المبادرة الخاصة بالشراكة مع دول العشرين أو مع مجموعة العشرين الشراكة تحديدا مع مؤسسات التمويل الدولية مؤسسات التمويل الدولية المسؤولة في الأساس عن خلق مناخ جاذب للاستثمارات وبالتالي فتح فرص عمل جديدة والعمل على خلق أيضا أفاق للتنمية سواء كانت اقتصادية أو غيرها في هذه الدول الأفريقية من وجهة نظرك أنه هذه المؤسسات بالفعل هتعمل على خلق هذه الفرص الجديدة للعمل هتعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمارات في القارة الأفريقية نعم بالطبع يعني زعماء قادة الدول العشرين وزعماء الدول الأفريقية المنطقة التسع ممثلين بالطبع عن القارة الأفريقية كلها الآن مجتمعين ومعهم رؤساء المنظمات الاقتصادية الكبرى في العالم صندوق النقد الدولي البنك الدولي البنك التنمية الأفريقي وأعتقد وجود هذه المنظمات التمويلية الضخمة هو أمر مهم لكن سيبقى المؤتمر كله تحت أعين المراقبين لأن هناك في وقع الأمر العديد من اجتماعات سابقة ربما كانت تعقد ونتائجها تكون ضعيفة للغاية الآن هناك تطلع كبير أن يكون هذا المؤتمر وهذه الدعوة جدة وأن يتلمس الجميع ثمارها وأن تعود بالنفع على الدول الأفريقية وأيضا يكون لها مردود إيجابي على الدول الأوروبية والغربية والدول المتقدمة التي أصبحت تعاني هي الأخرى من الأحداث والوقائع التي تدور في أفريقيا أين مصر والعالم العربي؟ نوجد نظرك أستاذ أسماء من هذه الاستثمارات التي ستتم في أفريقيا نعم يعني بالطبع مصر مشاركتها في هذا المنتدى الضخم هي مشاركة ذات أوجه فوائد متعددة هناك فائدة على المستوى الثنائي ولمصر علاقة خاصة بألمانيا هناك الرئيس السيسي والمستشارة ميركل التقيا فقط خلال العامين الماضيين حوالي ست مرات آخرهم الزيارة التي قامت بها ميركل إلى القاهرة في مارس الماضي وكانت زيارة ذات جوانب إيجابية عديدة بالطبع ألمانيا لها حجم استثمارات ضخم في مصر وحجم تبادل تجاري ضخم خمسة وخمسة من عشرة مليار دولار وحجم التبادل التجاري هي الدولة رقم عشرين في الاستثمارات في مصر يعني هناك فرص السياحة الألمانية ربعمائة ألف سائح من يناير الماضي حتى الآن يعني حجم كبير من التعاون مع ألمانيا وهناك ما زالت فرص كبيرة جدا والرئيس السيسي جدوله مزدحم باللقاءات مع الشركات وحوالي 150 شركة ألمانية ومصرية سيلتقي رؤسائها هناك العديد من الاتفاقيات متوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات أفاق كبيرة ووعيدة هذا على المستوى الثنائي على المستوى الأفريقي مصر لا تتوانى عن أي عمل داعم للتنمية والاستثمار والأمن والاستقرار في أفريقيا في طيلة العامين أو الماضيين مضت مصر قدما في أعمال تعاون مشترك مع شقيقاتها الأفريقيات سواء عبر الاتحاد الأفريقي أو عبر العلاقات الثنائية بكل بلد على حدة وأيضا عبر المنابر الدولية كانت مصر داعم ومؤيد للاستقرار والأمن في أفريقيا لأن هذا هو السبيل للتنمية والنماء والاستثمارات وجذبها وأعتقد أن مشاركة مصر في هذا المنتدى ضمن تسع دول مختارة هو أمر مهم ومشرف لمصر التي سيقوم رئيسها بعرض فرص التنمية والعوائق التي تقف في سبيلها وأيضا محاولات فرض الاستقرار وإحلال الأمن في القارة الأفريقية نعم من وجهة نظرك أستاذ أسماء يعني كيف يمكن التعامل مع أفريقيا كشريك وليس مجرد أنها سوق فقط نعم للأسف أفريقيا في الخمسينات والستينات من هذا القرن استقلت معظم دولها عن المستعمرين السابقين لكن بقيت هناك تبعية سياسية وبقيت تبعية اقتصادية وانعكس ذلك على مستوى الأوضاع في أفريقيا لم تنهض كما كان يتوقع أباء الاستقلال الأوائل وأصبح ينظر إليها كأنها سوق للمواد الخام أو كأنها سوق لتصريف المنتجات القادمة من أوروبا أو الصين أو غيرها لكن بالفعل القارة الآن محتاجة إلى شركات عادلة شركات تستطيع أن تنمي المناطق الأفريقية والدول الأفريقية وتساهم في تدريب الشباب وفي خلق فرص لعمل للشباب وفي خلق أفاق للاستقرار والتقدم والبناء والتنمية في هذه الدول التي تملك الكثير من المقومات ليس المادية فقط وإنما أيضا البشرية وهناك الكثير من العقول الأفريقية التي تقدمت حينما توفر لها سبل التعليم والعمل في الغرب أو غيره نعم طيب لو هنتحدث أنه أيضا خلال هذه القمة هيكون هناك في قمة ثنائية بتجمع بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أهمية هذه القمة الثنائية أبرز الملفات التي من المتوقع من وجهة نظرك أنها يتم مناقشتها خلال هذه القمة الثنائية طبعا القمة الثنائية ستكون فرصة للتأكيد مجددا على العلاقة الخاصة التي تربط بمصر بألمانيا للتأكيد مجددا على المضي قدما في تنفيذ العديد من المشروعات والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في السابق التوافق حول العديد من الأوضاع سواء الأوضاع في مصر أو الأوضاع الإقليمية المضطربة الآن وأيضا إنعكاسات السياسات العالمية الآن نحن في لحظة فارقة وهناك العديد من المتغيرات على المستوى الإقليمي والعالمي هناك حاجة لتبادل وجهات النظر حاجة للتوافق بين مصر وألمانيا وهي دولة صديقة حول العديد من شؤون المنطقة والعالم نعم طيب أيضا إذا ما تحدثنا على أنه من الممكن أنه تسهم فكرة التنمية المستدامة وذلك على حسب أرأي الكثير من الخبراء في أفريقيا في التصدي للإرهاب وتكفيف منابع الإرهاب في أفريقيا بالتأكيد مسألة كيفية التصدي للإرهاب ده من الممكن أنه يتحقق عن طريق التنمية المستدامة هل من الممكن أن يتم ذلك بشكل خاص في أفريقيا إلى أي مدى هتسهم هذه القمة والمبادرة أيضا التي يتم طرحها في هذه القمة في العمل على خلق أفاق جديدة للتنمية وبالتالي مواجهة الإرهاب على الجانب الآخر نعم الإرهاب فعلا أصبح خطر كبير يتهدد دول القرى الأفريقية ويهدد أيضا دول العالم حتى المتقدم كما رأينا يعني التفجيرات التي تضرب مدن الغرب التي كانت تستعصي على أي عمليات إرهابية في السابق الإرهاب أصبح يضرب القرى الأفريقية كلها شمالها وجنوبها وشرقها وغربها ولم تعد هناك دولة بمنأة عن هذه المخاطر وبالتالي أصبح هناك لتعاون سواء على مستوى القرى الأفريقية الدول الأفريقية معا أو على مستوى الدول الأفريقية والعالم وخصوصا دول العشرين والدول المتقدمة في العالم أصبح لزاما عليها الآن أن تنصق وأن تدعم هذه الدول في مواجهتها للإرهاب الإرهاب مواجهته ليست عملية أمنية هنا أو هناك ولأنه ثبت فشل عمليات الأمنية في مواجهة الإرهاب بمفردها يجب أن تكون هناك منظومة شاملة لمواجهة الإرهاب الذي يترعرع في ظروف الفقر والتخلف والجهل وعدم الوعي الديني وأيضا في ظل المظالم وعدم حصول الناس على حقها في الحياة الكريمة الأمنة أو الشباب حقهم في العمل وبالتالي أصبح هناك حاجة لتكفيف منابع الإرهاب ولن يتم تكفيف هذه المستنقعات التي يتولد فيها الإرهاب والإرهابيون والظلميون إلا بالفكر المستنير إلا بفرص العمل والإتاحة الأمل للشباب في القرى الأفريقية الشباب المعدمون الفقراء الجهلاء هم البيئة الخاصة الذين يستقطبهم الإرهابيون هم الذين ينضمون إلى بوكو حرام ليحرموا التعليم وإلى الشباب في الصومال ليقتلوا إخوانهم في الدولة الصومالية وإلى القعدة وإلى داعش الذين انتشروا الآن من سيناء وحتى الصحراء الكبرى وفي كل مكان هذا هو الخطر الكبير الذي يجب أن تواجهه الآن أفريقيا بشجاعة ولن يكون ذلك إلا بأنظمة حكم رشيد تقدم رفع مستوى التعليم ورفع مستوى الفكر في بلدانها وأيضا بمكافحة الفقر والتخلف مكافحة الإرهاب ده بيعتبر ملف مهم للغاية ضمن الملفات السياسية الخاصة بهذه القيمة وحضرتك ذكرتي أيضا النحية الاقتصادية ولكن أنا عايزة أرجع بشكل أساسي بعد مسألة مكافحة الإرهاب إلى الجوانب الاقتصادية لأنها تعتبر هي الغلبة بشكل أكبر على هذه القمة الإفريقية الألمانية كيف من الممكن أن تكون إفريقيا كنز بالنسبة للعالم بشكل أساسي بنجد أن كل دول العالم دائما متى تنافس على السوق الأفريقي ماذا تمثل إفريقيا للعالم ودول العالم ودول الغرب طبعا بشكل خاص يعني في القرن الخمستاشر وستطاق لما استكشفوا القرن الأفريقية فقط نظر إليها الغربيون الأوروبيون على أنها مكان للمواد الخام ومورد أيضا للعبيد الذين ساقوهم إلى أمريكا وإلى أوروبا الآن أصبح هناك بحاجة إلى نظرة عادلة وهذه الدول الكبرى التي أصبحت الآن تتحدث عن حقوق الإنسان وتدرك أنه أي خلل في حقوق الإنسان أو في المعاملة غير العادلة للشعوب يمكن أن تنتج عنها كوارث والآن يعني تعود فرنسا بعد كل هذه السنوات لتعتزر رئيسها رئيسها للجزائر أصبح هناك حاجة للتعويض والاستفادة من هذه التجارب المريرة في السابق التي تولد عنها مظالم كبيرة الآن إذا لم تكن هناك علاقة شراكة عادلة ومشاركة كبيرة من هذه الدول ومن بينها أيضا الدول الصعيدة الصين وكوريا وروسيا وكل هذه الدول أيضا يجب أن تساهم في تنمية مستدامة في الدول الأفريقية لأن ذلك سيكون لمصلحة الجميع ولا يكون على هذه الدول الأفريقية فقط أن تنظر لهذه الدول على أنها مكان للمواد الخام وأسواق لا وإنما أن تقيم مشروعات عبر شراكات من أجل المستقبل لأن المستقبل كما عبر شعار هذه القمة هو واحد حتى المناخ في العالم أصبح ما الذي يحدث في الدول النامية يعود ضرر على طبقة الأزون التي تتضرر منه الدول الكبرى أصبح هناك حاجة للشراكة والتعاون ليس عبر مؤتمرات أو تصريحات وإنما أن يتحقق ذلك إلى واقع ملموس تشعر به الدول الأفريقية ويسهم في دفع هذه الدول قدما للخروج مما تعيش فيه من التخلف ومما تراوح فيه من تبعية اقتصادية وعدم تقدمه نعم بالتأكيد حضرتك بترصدي أنه في ظاهرة الهجرة طبعا من إفريقيا إلى أوروبا بشكل خاص أنه هذا بيمثل عبءا على دول العالم المتقدم طبعا بشكل خاص من وجهة نظرك أستاذ أسماء كيف من الممكن أن يتم تقليل معدلات الهجرة من إفريقيا إلى أوروبا أيضا عن طريق تحقيق التنمية المستدامة وأنه يكون فيه مشروعات تنموية جاذبة للاستثمارات تعمل على خلق فرص عمل بدلا من أن تكون هناك هجرة من إفريقيا إلى دول الغرب أو إلى أوروبا نعم ألمانيا الدعية لهذه القمة هي من أكثر الدول التي تعاني من الهجرة غير الشرعية وتتضفق عليها أعداد كبيرة من المهاجرين وأصبح هذا يشكل عليها عبء إذا نظرنا إلى إيطاليا خفرت سواحل إيطاليين كل يوم المراكب التي تغرق قبالة السواحل الليبية ليبيا في ظل أوضاعها الحالية الغير المضطربة أصبحت منفز لكل المهاجرين الأفارقة من كل الدول يتسللون إليها إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط وأصبح هناك حاجة ملحة إلى بالفعل أوضع أسس لأوضاع مستقرة آمنة أولا لأن الحروب والنزاعات الداخلية وما يحدث من اضطرابات في هذه الدول هو الدافع الأول للهجرة ثم بعد ذلك أوضاع جاذبة هذه الأوضاع الطاردة في معظم الدول الأفريقية هي التي تدفع بعشرات الألاف يوميا على مدار العام من الشباب الأفارقة للهجرة حتى ولو إلى الموت يعني هم يذهبون ما دفعهم إلى المر ما هو أمر منه الأوضاع في بلادهم غير محتملة وأيضا ربما بسبب أوضاع ضغطة سياسيا أو بالطبع اقتصاديا وأمنيا أصبح هناك الآن حاجة من الدول الكبرى أن تساهم في أوضاع أمنة مستقرة جاذبة لبقاء هؤلاء الشباب الأفريقية لأن هذه القارة الأفريقية هي قارة شابة معظم سكانها من الشباب ويحتاجون إلى خلق فرص عمل وأمل بالنسبة لهم نعم سؤالي الأخير لحضرتك طبعا فيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد كيف من الممكن أن يسهم في أن تكون هناك مشروعات استثمارية جديدة في مصر يتم طرحها طبعا خلال هذه القمة نعم القمة ستكون فرصة كبيرة لمصر لتقديم نفسها لتقديم مشروع الاستثمار الجديد والفرص المتاحة للمستثمرين وكان هناك العديد من الشركات الألمانية يعني كان هناك تعاقدات كبيرة معهم في الفترة المقبلة وأعتقد أن لقاءات السيد الرئيس في ألمانيا ولقاءاته بمسؤولين ألمان عديدين وبجهات اقتصادية عديدة ومن بينهم 150 شركة تقريبا أعتقد أنه ستكون فرصة لإطلاع هؤلاء المستثمرين الألمان على الأفاق الجديدة الوعدة في مصر وإن شاء الله يكون كل خير إن شاء الله أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ أسماء الحسيني نائب رئيس تحرير الأهرام شكرا جزيلا يا فندم على هذه الرؤية طبعا إن شاء الله أنها تكون لها أفاق بعيدة فيما تعلق بهذه القمة الإفريقية الألمانية إن شاء الله تؤتي ثمرها كما نتوقع أشكرك جزيلا شكرا كل سنة وحضرتك وحضرتك بعد ومشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من القاهرة إن شاء الله بكرة فريق عمل جديد سبحان الله خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة